صباح الخير عن جديد لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا إن شاء الله تكون تقليعة نهاركن حلوة وكمان عم بتقضوها بطريقة حلوة عبر شاشة تليفزيون لبنان وبرنامج أحلى صباح نوصل لفاقرة تاج إن مع أونتونات تتخبرنا شو محضرتين الأخبار وونجور أونتونات عن جديد يعني تاج إن دايما هيك بنعمل سورفينج أونلاين بس بنصير بهيد الفاقرة هيك بنلخصهم للعالم بعض الأخبار المهضومة الطريفة لأوقات جدية كمان كرميل يعرفوا كمان شو هيك كان ترندي وأوقات جزافة كتير أخبار بناخد مننا مغزة وهي لحالة بتعطي توعية من مخاطر الإنجرار والهيكي وراء مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الزائفة والتحديات اللي عم بتصير فالحالة هي بتكون توعية ضمنيا وشكلي يعني اليوم جولي سريعة أنا دايما بقسم أخباري حسب البلدين يوم بلشي بأوروبا ومنختمها بلبنان يلا فعمنبلش بالخبر الأول الخبر الأول رضيعة ببريطانيا بيبين الفيديو أنه عم تستخدم السيجارة الإلكترونية بطريقة محترفة جدا هيدا الشي أثار ضج كبيري على مواقع التواصل الاجتماعي يعني رح نشوف فيديو celebrate ها نشوف فيديو روء بس بس انه ما بعرف يعني المشهد مش مظبوط ما بعرف اهلا كيف سيمحينا انا عادة ورواء انا حساتش روزاف انا امكان الاما عم بتسوق الدي مش منتبهش عم بيصير ورا بس من ريحة الدخان مش عم تعرف بس حتى اذا خيأ او اختها دي نحضر عنو اسمعنا صوت كيف تركينا تمسك او السجارة الالكترونية انا مثلا بالنسبة لقلي اذا شفت بناخت ماسك علبة الدخان ما بعرف شو معقول يعمل فيها بلو ما تمسكها بطبيعة الحالي اللي عم بيصور الفيديو كمان لا اعتبر ما حدا من الاهل كان موجودة او الاقاربية اللي عم بيصور الفيديو كان شايف شو عم بيصير فطبعا الهدف الاول والاخير هو يعمل تريندينج على السوشل ميزا وهي دي المشكل اللي عم نوعا فيها عم طونات يمكن اللي كنت عم تحكي عنا انو عم نعمل حير لو شي بس كرمان نجيب جيوز نجيب لايكس نخلي العالم تحكي ولكن لازم يكونوا مركزين كمان على يعني بقى تقديد البنت بس تقور وتشوف الفيديو يقولون شو كنت عم تعملوا فيي كيف كنت تاركيني بيقولوا لحققنا شوية دولارات مورا هيدا جبنا فيوز وفوتناك على الجامعة من المصاري واصلا مش منطق من بريطانيا مننتقل على امريكا توأمان الامريكيين المشهورين هني رأسان بجسد واحد كان عرصا هيدا الاسبوع فتزوجوا من جندي امريكي السابق ووسائل الاعلام كشفت عن صور ولقطات رومنسية من حفل الزفاف عم نشوفها من على الهوى كمان يعني هيدا الحالة كتير نادرة تصير ولكن معقولة تصير ويكونوا الشخصين عايشين بذات الجسم عم بتشاركوا الجسم ذاته وكمان عايشين بطريقة كتير صحية وكتير طبيعية ازا قدروا يلاقوا الحب مش غلط ابدا ونتمننا كل التوفيق والشريك ازا قدر تقبل كمانا يعني الواقع اللي هو عايش فيه فكمانا بيكون شي كتير حلو عم بيصير الخبر الثالث السفيني يلي صدمت جسر بلتيمور بالولايات المتحدة الامريكية هيدا الفيديو اللي اكتر منكن شايفوه فجأة غيرت اتجاهها واصطدمت بأحد عمدتها جزاف الأسبوع الماضي وقع كل الجسر ولحديت هلأ مش معروفة الخسائر السيارات اللي كانت موجودة والناس اللي كانوا موجودين بقلبها ما تحدد مظبوط الرقم بس عم بيقولوا كان فيه ممكن شي ثمان سيارات ثمان اشخاص وقعوا بالنهر انفقدوا ولكن كانوا عم بيقولوا انه السفيني صار فيه عنده عطل تقنية وصارت تضوى والطفة يعني صار فيه مشاكل كهربائية خلتها تخرج عن مسارة وتفوت بالعمود ولكن قدي العمود خسية يعني هلأ نشوف بالفيديو بعد شوي ولكن كيف نهار كل الجسر يعني ما بارش كيف هو مركب كأنه ليجو مركبين سفيني جزاف من 300 متر طولة والجسر كمان حوالي كانوا عم بيقولوا 3 كم خلينا نشوف الفيديو خلينا نعرف اكتر فعم نحك موسيقى اشتركوا في القناة 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 كرمين وقف الحرب بغزة ويمكن الاعلام ما عم بينقلون مظبوطين لانه الاعلام الغربي مبدو يوصل هيدا الصورة ولكن كل العالم اي من الايامي كمان وكل العالم عم بيحس بهذا الشي اللي عم بيصير بغض النزل عن مشاكل السياسية الدينية حالة شي صاير بالعالم والتاريخ فيه امسان خلاص الامسانية يعني مفروض تتحرك قدام هيك مواقف ظالمة اراد الاستعراض بسيارته على المياه فانقلبت وطار منا بالهواء حادثة غير عادة بالكويت اثار تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منشوف الفيديو يوم بعدها منتابع اول شي لي مش حاطة السنتور لي طار من السيارة تاني شي ببعرف مين بيخترع بلو يعمل هيك اصاس بس بدو يتوقع هيك نتيجة بحس ما منتابع من السيارة فانتبهوا على حال كون وهذا باعتقد ام يعني لانه كان حد الماي بس اذا كنا عم نعملها عزفت كانت شقف ميت شقفة وكانت جلوف وصال في العميل فننتبه كمان شو عم نعمل لانه شغلة صغيرة تنتسلب تكلفنا حياتنا موقف محرج تعرض له رئيس الحكومة اللبنانية رئيس نجيب مياتي بمطار بيروت حيث استقبل احدى السيدات بالوفد الايطالي وقبلها ظنن منه ان نظيرته الايطالية من بعدها ليرجع يستدرك الموقف ويستقبل نظيرته الايطالية الفعلية يعني هوني واسق جوزيف من التصرف طبعوله فرجو قالولو انه لقى نازلي كمان هلأ هلنا تنكون واطحين بيشبهوا بعض شوي يعني اتنينتون شؤون اتنينتون نفس القصة انو قريبين من بعض بس كمان يعني بس يكون في عنا هلقدي على قد والية يعني احنا بنعرفش بالشغل اوقات من غالبة باسم الشخص فكيف لما يكون في عنا على قد والية والالاف الاشخاص اللي بدنا نكون نعرفهم ونسلم عنهم ولكن اكيد يعني هيك كانت مهدومة وطريفة بطريقة مهدومة ما كانت سائلة ابدا الخبرية من مطار رفيق الحريري من تقل على جبال وسارق محترف باحدة السوبر ماركات بجبال بطريقة دقيقة خفيفة ومحترفة جدا سارق ساكلة سيدي من قلب السوبر ماركات خلينا نشوف الفيديو اشتركوا في القناة هوني بدنا نرجع نشديد لكل الأشخاص ينتبهوا لأنه هيدا مش أول حالي ومش أول حالي يمكن هوني قدرنا نصورها ولكن عم بيكون فيه سريقات متل ما شفنا بنهار تختلف قدام العالم بمحلات كتير ببليك فننتبه من كل شي حتى المدام حتى جزانة معل تخليه بإيده أو تربته بشي مطرح أو تحطه بطريقة ما تتمين سحب من الشريو لو كمان الأشخاص اللي بيسياراتهم أوقات كتير عم بيقطع عالم من الشباك اللي حدهم عم بيسحبوا الشنطة أو الجزدان الموجود فننتبه هؤل الأشياء لأنه عنجا تصرنا بأوقات ما بنعرف بقى كيف الطريقة عم بتصير تل السرقة تصير لأنه عم بيبتكروا طرق مختلفة ترولي بطبيعة الحال أول جزء مننا جزاف دايماً نحنا منذول ما ننتبه من حط الساك لأن نرتاح لأنه المشوار يعني بده يستغرق نص ساعة وأكتر فليك شو عم بيصير؟ متل ما قلت خلي الكل يضل ماسك الجزدان لأنه نصيحة هيك لأنه أنا دايماً بقى لأختي ولأمي يعملوها بس فتكن تروحوا على السوبر ماركت ما تنزلوا جزدان خدوا مصاريح تون جايبتكن وبرموا قدمبتكن لأنه جزدان أهياً شي نحطوا بمطرح ما ننتبه خاصةً بالسوبر ماركت بتصير أوقات بالتليفون من كنا عم نشوف شغلة من حد تليفوننا حدنا بسرعة منتطلع على شغلة من نساوي ومنمشي فهد جزدان كمان بيحمل وراء كتير والمفاتيح ومئة ألف خبصة فخيراً نكون منتبهينا على النقطة من الجبال نوصل للخبر الأخير هو فيديو تداولو رواد مواقع تواصل الاجتماعي بيظهر العيش المشترك بلبنان صلاة الجمعة العظيمة عم تتزامن مع أذان المغرب فنشوف بهذا الفيديو صلاة الجمعة العظيمة عم تتزامن مع أذان المغرب صلاة الجمعة العظيمة عم تتزامن مع أذان المغرب منتشارك نحن أشياء كتير حلوة بالبلد وإذا نركز على هالكم شغل اللي عن جد منتشارك أو نكون عم نتشارك مع بعض الأشياء الحلوة ومننسى الاختلافات والمشاكل اللي صايرة بينتنا نقدر نوصل كتير ومنقدر نحقق كتير بحياتنا يعني دايماً العيش الكريم والمواطن وهيكي ننقل البلد من أوضاع سيئة اقتصادياً واجتماعياً جزاف لأضفة الأخرى ما في غير الوحدة الوطنية والعيش المشترك وافتعال الفتن وهيكي دايماً بيستذكروا الخلافات والاختلاف بياناتنا لازم ما ننجر أبداً بهيدي الطريقة عند الأوقات الحساسة يعني كل أربع سنين أو كل ست سنين حسب تداعيات الانتخابات أكيد لازم كمان بالنهاية نفكر بالبطن نحنا كلنا بدنا مصلحة لبنان كلنا بدنا مصلحة مصلحتنا وما نحن نحقق مصلحة شخص صغير ما يكون كمان البلد بألف خير فكلنا لازم نشتغل على هذا المنحة وبعتقد كلنا بصلواتنا عم نسكر البلد وعم نسكر الوضع وعم نسكر وضع المعيشة والمادة فكلنا عم نكون عم نفكر بذات الموضوع فما بقى نركز بس على الاختلافات في مشاكل صح ولكن المشاكل على الكل لما نبليش نحل مشكلة الكل رح تنحل مشكلته مش فئة وفئة فخلينا نركز على هولي الأشياء وننسى كمان الاختلافات والمشاكل اللي كنا عم نحكي عم يعني هيك جزيف أنا بكون عملت جولة سريعة كن ختام وهامسك بعد الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي أكيد واخر فيديو هيك كمان خلينا نرسم بسمة ونتفاقل كمان على أمل يكون هيدا الفيديو وغيره هيك صورة حلوة عم تنقل عن لبنان وعن شعب لبنان مرسي كتير لك أنتوانات أكيد نحنا بنشوفك بفكرة تالية غير مرة بيتاج أنت نحكي كمان معيك أكتر عن هول المواضيع أكيد صبحيوتنا بتتابع ولكن بعد بريك أصير ترجمة نانسي قنقر